مسلسل فيرسلوف تبدأ قصة المسلسل بيبنية سمها وان وكانت وان بداخل احد الامتحانات الكلية تطب ونشوف ان وان تتأخر بالاجابات هواية والدكتورة تنبهها وتقول لها انه راح ينتهي وقت الامتحان وانت حد لها ما كتبت شي فوان تتوتر وتكتب اجابات سريعة وخاطئة وهنا عرفت الدكتورة من خلال سرعة وان ومستواها الدراسي السابق ان وان كاتب الحل غلط وتقول لها انت مو مثل الاول وانت دائما تسرحين بالامتحانات ولازم تتعالجين هاي المشكلة لانه دي سبب لش تراجع بدرجاتك وممكن تنفصلي من هاي الكلية وانا ادقى حاشي شي شي لان انت دكتورة وبالمستقبل راح اصبح حياتي انسان تحت يدك فوان تنحرج من كلام الدكتورة وبعد ما تنتهي المحاضرة وان تركض للقسم الداخلي بس زميلها يسحب حقيبتها ويوقفها ويكون اسمه تشيا وهي بس تشوفها تقول له كل عام وانت بخير لانه بوقيتها كان يوم ميلاده بس هو يقول لها انه انا لازم اشوفك اليوم على مدى اقولك على شغلة مهمة ونعرف انه هي كانت معجبة بيه واي وتفرح من كلامه اتجاهه وهي كانت تعتقد انه هو راح يبادلها بنفس المشاعر فهي راحت على مدى تحضر لكيكة عيد ميلاده لانه هي بارعة بعمل الكيك وكذلك بارعة بشغل المعجنات وبصورة عامة ونعرف انه تشيا هو حبيب الطفولة وكانت هي تحبه من ايام المدرسة وباحد الايام هي تتأخر عن المدرسة فتضطر انه تدخل من سور المدرسة وهي نجحت بس للاسف ملابسها تمزقت وهذا الشي سببها احراج قدام زملائها لكن تشيا كان الى رأي ثاني وهو انطهت شاكيت مالته وهو غطاها بيه وبسبب هذا التصرف وان حسد بالاهتمام ووقعت بحب تشيا وبعد ما وان تكمل الكيك تاخذه حتى تتقدمه لتشيا لكن وان بالطريق كانت على وشك انه تسوي حادث ولولا ذكا تشو هو قدر انوقف الدراجة الهوائية باخر اللحظات كان هي ماتت وهسا نتعرف على تشو واللي هو احد الطلب المتفوقين بقسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واغلب الناس تخاف من عنده لان هو الشخص يهتم بالدراسة وما يهتم بالعلاقات الاجتماعية وهسا نرجع ونشوف تشو وهو واقف على دراجته فوان شكرتها وراحت ونشوف ان وان وصلت للقسم الداخلي وهي بدت تحكي ويا زميلاتها بالسكن ووحدة من عدهن اسمها تشاو وتقول لها على اللي صار بينها وبين تشاو فتشاو فرحت هوية صديقتها لانه تعرف ان وان تحب من خمس سنوات وهنا وان تسأل على صديقتهم الثالثة واللي يكون اسمها الشيا بس تشاو تقول لها انه هي طلعت من زمان وهس انت لا شي لينهمها ولازم تتحضرين للموعد وبالفعل وان تروح لتشاو بس تشاو كان سكران وشاربوا هوية من الكحول ومع ذلك وان تساعده وتقول له شنو الشي المهم اللي يردت تقول لي بي فهنان تشاو كمل ويقول لها انه اني وشيا مرتبطين من سنتين ولازم انت تعرفين بهذا الموضوع وبهاي اللحظة تكون الصدمة الوان لانه بعمرها ما تخيلت انه شيا صديقتها تخونها وهو يكمل كلامه بس وان تقعد تبشي وبعدها تسمع صوتي تشاو وهو يقول لها انه اني احبش فهي لما تنتبه تعرف انه وديكش بي اشياء على التليفون وهو كان يقول لها هذا الكلام وايضا نعرف انه تشاو وشيا كانوا متعاركين بسبب هذا الخلاف فقرر تشاو انه يفصح عن حبهم ويغادر المكان ومن قهار وان هي تبقى تأكل بالكيكل وحدها وبعدها تجي صديقتها تشاو وهي تصحي وان من النوم لان هي تأخرت عليها ويجد تشوفها اذا هي بخير او لا فهي هنا تشوف صديقتها وان بوضع يرثى لها وهي تأخذها للحمامات حتى تغسل وجهها بس وان تبقى تبشي وتحكي لها عن اللي صار و تشاو تقول لها انه تشاو ما يستهلك ابدا وانت يوضل من عنده بهواية ولازم انت تتركي ولا تخلي على بالك ابدا وان كانت شار بهواية كحول وهي تقول لها تشاو انه انا رح اخلي احلى شاب بالكلية يحبني ويطاردني وهي تطلع صورة تشو و تقول لها انه هو هذا اللي رح اخليه يحشقني وبعدها تطلع من الحمامات وفجأة تشوف تجمع من الاولاد حول الحمام لانه بالاساس هاي حمامات الرجال وهنا دخلا بها بالغلط وباليوم التالي تنتشر الاخبار بانه وان و تشو يحبون بعض فتقول لها ويحشي عليها وهي كلش تضوج من هاي الاشاعة فتقرر ان تواجه تشو وتقول لها بنفسها عن اللي صار وهي تسهل عن مكان تواجده وتعرف انه باغلب المرات موجود بالمسبح فهي لما تروح له تلقى على سطح المسبح عائم فهي تظن انه هو بيشي فبسرعة تجيب عصات شبيرة وتحرك بيها بس هو تشان سريع البديهية ويسحب هاي العصال داخل المسبح او بعدها يصحى من النوم ونعرف انه هو تشان لابس نظارات ونايم على المسبح او وان تطلب من تواجه انه يطلع وياها ويقول للناس انه اللي منتشر مجرد اشاعة لا اكثر بس هو يقول لها انه انا ما مجبور لان اللي صار هو مو بسببي وهو يكمل مشه الغرفة تبديل الملابس فهي تستمر بملاحقته او تشانة تتحاول انه تقنعه وتقول انه احنا لازم ننفي هذا الخبر فيجاوبها تشو ويرميلها ملابس من عنده ويقول لها غير ملابسك لان انت تبللت وياها او بعدها يقول لها انه انا ما منضايق من كلام الناس لانه ما حد يجرأ ويحكي وياها هيشي او بما انه انت سويت هيش فانت تتحملين العواقب او بعدها يطلعونهم ملابسين نفس اللبس وكذلك يبقون يتمشونوا يا بعضهم البعض او كان هذا الشي قدام كل الطلاب او هذا الشي اللي خلى الاشاعة تصير حقيقية بالنسبة للطلبة او بعدها تروح وان للمحاضرة وتستلم اوراق الامتحان فالدكتورة توبخها بسبب درجاتها الضعيفة وهي تسألها اذا اخفاقها بالدراسة صارت بسبب الحب لان الاخبار وصلت للدكاترة كلهم وهذا الشي محرج ومخجل او بعدها يدخل عليهم الطالب تشو ونعرف ان تشو عنده صعوبة بالتواصل وهو دخل لهذا القسم حتى يتوصل اكثر ويا وان ويا بقية الطلبة واهنان تنتهي المحاضرة فوان تهرب من المكان وهي تروح العمل عائلتها اللي هم يشتغلون باشهر محلات الخضار بس تشو لحقها او قل لها انه اني عندي ضعف بالتواصل ويا الناس وهذا الشي مسبب لي عقدة بتقييم الدكتورة فممكن تساعديني على مدحل هاي المشكلة لكن فجأة يدخل للمحل تشو او وان بسرعة تهرب وضم نفسها عنه وبعدها تشو يحاول انه خلي وان تتغلب على خوفها وهو يقول لتشو على مكانها فتقوم وان وتواجه تشو وهي تسأل عن سبب زيارته فهو يقول لها انه انا اجيت على مدعزمش على الغداء اني وشيا واحنا رح نكون بانتظارك لكن هي رفضت بس تشو وافق واخذوا غصبا عنها للغداء وبالفعل هم اكلوا يبعاظهم البعض واحتضروا لهذا الثنائي لانه ما قالوا لهم من زمان عن موضوع ارتباطهم فوان تقول لهم مو مشكلة لان انا بعد ما اهتمل هذا الشي فهنا نتشو ياخذها ويمشون وكرد اعتبار لهم يشيلها قدامهم ويمشي وباليوم التالي نشوف وان وهي تاكل بالكافترية بس تشو يجو يقعد يمها وهي تستحي من هذا الموقف قدام الطلاب فتطلب من تشو انه غير مكانها بسرعة لكن هو يرفض ويقول لها انه انا رح اغير مكاني بشرط وهو انه تجين ويايا على حفلة اليوم وبالفعل هي توافق وبعدها يتركها ويقوم وهسا نشوف وان وهي تدور عن مكان الحفلة وبالنها يقدر تلقاه من خلال صديق تشو وهي لما تدخل للحفلة تشوف تشو وياه بنية طويلة وكان شكلها جميل جدا فتبدأ تخاف انه هي تكون هاي حبيبة تشو بس هاي البنية تقترب اكثر الوان وتقول لها انت زوجة تشو واخيرا عمي تشو اعجب الفتاة وهاي البنية تكون فرحانة وتمضي الحفلة على خير بس باليوم التالي يوصل خبر كل الطلبة انه وان كانت سهرانا ويا تشو وان تروح تشو وتقول له انه احنا لازم نوقف هاي الاشاعات هسه بس تشو يرفض رفض قطعي ويقول لها انه انا ما مضايق من عدها ابدا وانت تصرفوا هاي الاشاعات الوحدش او بعدها يصب جمع بين الاقسام المختلفة والدكاتر يسوون الطلبة على شكل قروبات ويخلوني تشياء وان وشو بقروب واحد على مودي يسألوهم بعض الاسئلة واول سؤال توجه لهم هو تشانل وان وهي تشانت كلش متوترة ومعرفة تجاوبهم فهي انحرجت وطلعت من المكان بس تشو لحقها وقال لها شن السبب اللي يخليش ما تجاوبين فهي تقول له انه انا اتوتر هواية وهي التوتر يصر عندي وقت السؤال وبعدها ما اقدر اجاوب فهو يضج عليها ويقرر ان يساعدها ويخليها تحلها المشكلة ويطلب من عندها رقم تليفونها فيطلعون مع بعض للمول ويبقون يفترون وبهاي الاثناء وان تشوف احد الشغلات الموجودة فهي تعجبها وهي تقول لتشو انه هي تريد واحدة منها ذني بس من تشتغل هي راح تجيبها فهم يبدون يحكوني بعض وعن امنية وان بانه تخلي مستواها الدراسي يكون اعلى واعلى وبعدها تشو يقول لها قومي خلنا نغير اماكنة فهي تسألة عن السبب وهو يقول لها انه مدى نوقع على تعاهدات على ايقاف الاشاعات فهي تفرح هواية وقررت انه تقوم وياه وبعدها يروحون المحل المعجنات مالتها ويبقون قاعدين على الارض لانه ماكو قنافات هناك فهم يوقعون على عقد ايقاف الاشاعات عنهم وبعدها يجي اخو وان اللي يكون اسمه باي واللي هو ايضا طالب بكلية الطب لكن هو متفوق عليها وهنانه يتعرف تشو على باي لكن يطلعون هم زملاء او يعرفون بعضهم البعض سابقا وبعدها تطلع وان من الغرفة وتشوف صديقتها شين وهي كانت تحب باي وتراقبه لكن هو ما يحبها بسبب طيش مالتها وتصرفاتها السيئة وبعدها يجي طالد باسم وان فتروح على مود الجيبة بس تشوف انه حجمه كبير جدا وهي تستعين باحد الاولاد الموجودين وبالفعل قدرت الدخل لمنزلها وبعد ما فتحته تشوف القنفة اللي كانت تريدها بالمول وهي تذكر انه تشو كانوا اياها واكيد هو اللي اشتراها الها فتتصل عليها وتشكره فهو يقول لها انه انا جبتها مو اليش واني جبتها حتى مرة ثانية ما نقعد على الارض بمحل المعجنات وبعدها يجي صديق تشو اللي اسمه فاون ويقول لتشو انه انت تهتم بها هواية واكيد انت تحبها فتشو ينكر كلامه لكن بداخلها كان العكس تماما وهو يتصل على وان ويقول لها انه احنا رح نتقابل بمحل المعجنات وهسا نشوف تشو هو منتظر وان على القنفة فهي تدخل وتسأله ليش تريد تشوفني فهو يقول لها انه احنا لازم نلقى خطة حتى نوقف الاشاعات والخطة البديلة هي انه تشوفين شاب وسيمو تتقربين الى وترتبطون بشكل رسمي وبهيش طريقة لهم وبعد ما يحجون علينا فهي فرحة هواية ووافقت بس قالت لي انه انا ما اعرف اي شخص وسيم بالجامعة لكن تشو يقول لها انه انا رح اساعدك او قال لها رح نلتقي بحمامات الاولاد باتر او بالفعل تروحوان للحمامات وتشوف تشو محضر لها عدة سيفيات للشباب وهذول الشباب كانوا من ضمن الكلية مالتهم او من ضمنهم تشو ويقول لها هذول افضل شباب بالكلية وانا من افضلهم فاني خليت نفسي وياهم او كان يظن انه وان رح تختاره بس للاسف هي اختارت شخص اسمه وانج او وانج كان كل شو سيم ومرتب واهنان انحارت شو واضطر ان يعلمها على طريقة الحب ويقول لها الحب هو يكون من النظر الاولى واسهل شي ممكن تعرفين انه هذا الشخص يحبك او لا هو انه تباعين بعين الشخص بنظرات جميلة وهو بالتأكيد رح يحبك واذا ما كان يحبك فهو رح يعجب بيك من خلال هاي النظرات ويبدأ يدربها ويباوع بعينها فهو يوقع بحبها اكثر ويقول لها خلي هسا نستعين باخوش باي ويبدأ يصح له ويقول له احشينا عن تجربتك بس باي يقول له انه اني حبيت شي من اول نظرة وانا شنت اشوفها تلعب بالية بكل هدوء لكن من اتعرفت عليها ما حبيتها لان هي مو الشخص اللي ناسبني وانا اقدر اني اصرح لكم بانه الحب من النظر الاولى فاشل جدا فتشون حرج من كلامه بس وانا تقول لهم انه شي نهواية تحبك وحاول انه انت تنطيها فرصة وبعدها وانا تروح للصف الموجود بي وانغ وهي تبقى تواوح لب نظرات مطولة بس وانغ يتوتر من عدها ويخاف ويترك الصف فهي تروح تشوف وتقول له انه اني فشلت بهاي التجربة ولازم انت تساعدني بحل ثاني فهو يقول لها انه وانغ يحب الالعاب وهوية وانت روح يشاركي اهتماماته لكن شو تشان متأكد انه وان ما تعرف ابدا للالعاب فمتأكد من فشلها لان هو تشان يحبها ويريدها الى بس اللي صار هو العكس تماما وانا وانا تروح لغرفة الالعاب وتقول الوانغ انه اني احب الالعاب وهوية وتطلب من عنده انه تشاركي بيهن وبالفعل تقعد تلعب ويا وهي تشاطرة فهو يتحمس وياها ويقرر انه يطلب رقمها حتى يتواصلون ويكونون اصدقاء وبهاي اللحظة تجي وان فرحانة وتقول تشو عن نجاحة وانه هي اخذت رقمة لكن اهنان تشو يضوش كل شهواية فهي تقول لها انه انا رح اسوي لها كيك واهديهم الى لكن تشو يرفض ويقول لها كل شي تريدين ترسلي الى انطنيا اني اواصله وبالفعل هي توافق وباليوم التالي وانا تسوي لها كيكة وهي توديها تشو وتقول لها انطيها الوانغ وبالفعل هو يوافق وياخذها منها وهو يشربها شراب والصوية لانه مفعول قوي بتخفيف التوتر بس هو يكون طعمه مر جدا وعلى هذا الاساس هي ما تحبه فهو يرجع للبيت ويبقى يحاول بعدة طرق حتى يكون مشروبه الصوية الطعم حلو وهنا انا يشوفها فيان ويسأل التلش مهتم بيها لهذه الدرجة فيبقى فيان يشرب تجارب شو وبالنها يتوصل للحليب الصوية وخلاه يكون طعمه حلو فهو ياخذ الوانغ وهو سوى كل هذا الشي على مدهية ما تحبه فهي تفرح هوايا لانه قدر يخلي مشروبه الصوية حلو وبأحد الايام وانا تقابل شو وتقول لي انه انت تستغني وتضحك علي وانت ما شنت تساعدني ابدا بل انت شنت تاكل الكيك اللي اني ارسله الوانغ واني عرفت من عنده انه ما يوصل لشي لانه هو عند حساسية من الكيك فشو يقول لها انه هذا الكلام كله صحيح واني اعتذر من عندك فهي تكمل كلامها وتقول لي انه انت لازم تتركني وتغادر الكلية وهنا انا هو تشون جرح من كلامها وبعدها رجع البيت وهنا انا صديقة فيان يقول لي على مسابقة بالاسلحة الملونة والمسابقة ضم بها اكثر طلاب القسم بس هو يكون رافض بداية الامر لكن من يسمع بي انه وان راح تشارك قرر ان يشارك بالمسابقة ايضا وهم دخله قاعة شبيرة اضم كل المشاركين على مدينطهم التعليمات وبعدها تدخل ابنية اسمها اي وهي البنية تعتبر اجمل ابنية بالجامعة وهي تقعد باحد الكراسي وبهاي اللحظة شو يقعد بصفها حتى يخلي وان اضغار عليه بس وان ما كانت مهتمة الى اساسا او بعد يتم تقسيم الفرق وتصير وان وشو من نفس الفريق او شو يفرح هوايا بهاي الخبر بس اي تطلب من وان انه يغيرون الفرق او وان تصير من ضمن فريق وان او اي تصير من ضمن فريق شو لان اي انعجبت بشو هوايا او باليوم التالي من تصير الحرب الافتراضية على ارض الواقع شو يبقى يبحث عن وان بس يتفاجأ بوجود اي ويا وتقول انه ان وياها بدلنا مقاعدنا فهو لما يعرف يضوج او هاسن شوف شين وهي جاية للمسابقة فهي كانت تسأل عن باي بس يقولولها انه لم يشارك المسابقة اساسا فقررت انه ترجع للبيت وفجأة تنصب بقدمها وهي تبقى تنزف دم وهي من تشوف الدم يغمى عليها لان هي عندها فوبيا من عنده فياخذوها للاسعافات ويوصل ندق القائدين الفرقة بانه انصاب جندي ايضا واللي تكون وان هي المصابة ورادوا ياخذوها للاسعافات وهي سنشوف بالاسحاف شين وباي وهو تشان يعالجها فهي تفرح هواية من تشوفها وقررت انه تعترف لب حبها وتبقى تقول له انه انا هواية احبك وانتي ليش متحبني فهو ينكسر خاطرة ويقول لها انه انا ايضا احبتش وبعدها يخليها تسكت بس يقول لها كوني هادئة اكثر واهنانة تشوي يجي ويشيل وان يعالجها هو بنفسه وهو ياخذها للخيمة لكن هي تتوتر لانهم والوحدهم وباليوم بتالي وان تهرب من شوف تشو لان هي انحرجت من عنده فتدخل للمحاضرة وتشوف موضوع اليوم هو عن طريق سحب الدم من المريض او لازم الطلبة فيما بينهم يسحبون الدم ويدربون على بعضهم البعض لكن وان محد يتقرب من عدها لان هي ابنية ضعيفة بمستويات الدراسة او ممكن تسبب لهم الاذى وهسا يشوف تشو هو يراقبها فهي تروح وتقابل وانك وتسولف لعن تشو وشون هو يراقبها وتسولف لتصرفاته وياها فوانك يقول لها هو دي يسوي هي تشيل ان هو يحبك فهو يسألها ويقول لها انت ليش انت قريبة مني لهاي الدرجة فهي تقول لها ان انا شنت قريبة حتى اخليك تحبني وهي حجتها بدون ما تنتبه فهو يبقى يضحك ويقول لها ابدا ما تخيل تكون بيناتنا حب فهي تجابه وتقول لها كافة تضحك لانهاي سابقا اما حاليا فاني اعتبرك صديقه بس وباليوم التالي تقرر وان انه تجرب على ايديها وتسحب دم لانه كل اصدقائها خايفين منها بس هي تفشل وتبقى تصرخ من الالم واصدقائها يخافون من عدها اكثر فهي قررت تروح لاخوها باي وتقول له انه انا اريدها تشيك بموضوع بس تشوف انه شين موجودة يمه وهي تستغرب من تصرفات شين لان هي هذا اكثر من قبل وهذا الشي يعني انه هي تسوي هيكي حتى تنالع جاب باي لكن باي ينتبه اليد وان ويسألها انتي ليش هيكي ايديتش لان هي تشانة وارمو صايرة زرقة فهي تقول له انه انا اجيتك بخصوص هذا الموضوع فهو ينطيها عدة نصائح السحب الدم ويقول لها نزل اعلان المتطوعين السحب الدم وبالفعل بعد ما تنزل اعلان ما احد يجيها غير تشو لكن هي ترفض انه تسوي لها سحب الدم لان هو رح يتأذى هواية لكن مع ذلك اصاد تشو انه تسحب لها الدم ويقول لها تعلمي بي مو مشكلة واني ايدي قوية وبالفعل هي تقتنع وتبدأ تسحب الدم وهي تفشل للاكثر من المرة وهو ما كان يتألم ابدا فهي تكمل مرة ومرتين وثلاثة وبالمرة الخامسة قدرت تنجح فهو يستعدل من عدها ويروح او فجأة تشوف القنفة ويقماشها مطبوقة هواية وهذا الشي بسبب انه ايتيو الثاني كان يلزم بها القنفة بكلش قوي وهو كان يلزمها من شدة الالم وباليوم التالي تشاو و وان اتراهنا منه اللي رح يفوز واللي رح يخسر بهذا الامتحان رح يعزم الفائز فتفوز هنا وان وتخسر شاو او تتعجب شاو اشون خسرت لانه مستوى وان ضعيف جدا بس وان تقول لها انه انا ادربت هواية وبالفعل شاو تعزمها على وجبة طعام وهي تراسل شاو وتقول لها على درجاتها وانه هي اجابة تقدير جيد وهي تشكر هواية وتقول له انه انا رح اجيك واجيب لك كيكة بس هو يقول لها ما يحتاج تجين بس خليلي الكيك باللوكر الخاص بي وبالفعل هي تروح وكانت تريد تخلي الكيك وفجأة تشوف مشروبه صوية ومكتوب بي هذا جائزة نجاحك فهي تاخذها وتذكر شون حشت على شو وهو تشان يساعدها دائما وتعرف ان وانغ هو مجرد صديق الها وحبها الحقيقي هو شو لكن هذا الشفات الاوان عليها وشو رحل غير جامعة يكمل بها الدكتورة وهو صار بعيد عنها وبعدها يتصل عليها احد الاشخاص وطلب من عدها طلبية او تطلب من عدها ان تحضر بسكويت والعديد من الكيك او نعرف ان فان هو صاحب الطلبية فهي تبقى ذوق فان كل الاطعم اللي يعدها ويقول لها ان كلهم طيبات بس لازم تسويها الصحيات اكثر لان هاي الطلبية لللاعبين الرياضيين وبالفعل هي تسمع كلامه وتبقى تجهزهم او نعرف ان هاي خطة من شو او فان لما عرف ان شو هو يحب هلوان قرر انه يخلوها تحبه ايضا ومن خلال هاي الطلبية هم رح يلتقونه هواية او بالفعل وان رح تتوصل الطلبية وهي لما تدخل للمسبح تشوف كل الاولاد وعضلاتهم وهي كانت مهرجة بس يجي تشو ياخذها على الجهة ويحاسبها وهو ياخذ الطلبية منها ويقول لها انت شون تدخلين هنا بس هي تقول لها انه انا دكتورة وشايف اكثر من هيتشي فهو يقول لها اذا شايفت تشريح الجسمي فشنه رايش بعضلاتي وهو شوفها جسمه فهي بكل غرور تقول له انه عضلاتك اظهر من عدهم او بعدها تتركه وتروح وبهاي الاثناء وان تسوي كيكة على شكل جمجمة فتيجي اي تشتريها منها او اي كانت تتحول انه تبعد بين شو و وان او بعدها وان وباي يروحون ويشترون بعض الشغلات وهي تفاتح بموضوع شو وهو يقول لها انت لازم تهتمين بمواعيده وهو باشر عنده مسابقة او لازم انت تتحضرين لهذا الشي او باليوم التالي تروح وان اليامتشو او من يشوفها يستعيد حماسه وطاقته فتيجي اي اي ايضا للمسابقة وتكون قاعدة بصف وان او اول ما تبدأ المسابقة تجي رسالة ضرورية الوان فتجاوب عليها وبسبب هذا الشي هي ما شافت السباق بصورة عادلة او بعدها ينجح شو بالسباق فتروح لها اي و وان وانه يباركلة بس يجي صديقة ويسأل عن اصابة ايده وهي تعرف ان ايده مصابة بسببها فتبقى تحتذر منه وهنا اي تلوم وان على اللي سواتها بسبب سحب الدم بس شو يقول لها انه هذا الموضوع بيني وبينها وانتي حاولي ما تدخلين ابدا وبعدها نشوف شو وهو يأكل بصندوق البسكويت اللي وان سواته الى فهو يهديها لعبة صغيرة وهي تكون فرحانة بيها وبعدها تصادف اطلة نصف الموسم الدراسي وكل الطلبة يسافرون الاهلهم ووان تروح الاهلها وتحضنهم واتقرر بهاي العطلة انه تطور مستواها الدراسي وهي قررت انه تدرس اكثر فيدخل تشيا ويشوفها جاي تدرس وهو يقرر ان يساعدها بدراستها على مد كفر عن فعلتها اللي سواها اخر مرة وبالفعل هي تستجاب ويا بس يدخل عليها ومتشوف ويشوفهم ويا بعض وهو يغار عليها هواية فيتعارك ويا تشيا ويقول لها انه انا يكمل دراستها وبعد النقاش الطويل وان اتحن الموضوع وتقول لهم خلينا ندرس احنا لثلاثة ويا بعض وباليوم التالي تيجي الشيا وتقعد ويا وان على سفرة الاكل وهي تعتذر من عدها على اللي صار وهي تقول لها انه اهلي سافروا وما بقى مكان اروح لها الا عندك وان ريد اعيش ويا تشاي الفترة وهسا يشوف تشيا و تشو وهم دخلوا عليهم وكل واحد يقعد بصف حبيبته ويبقون يشاهدون فيلم ويا بعض ويكملون دراستهم وبعد هذا كله اشياء تبقى بغرفة وان فيبدون يحكون عن ذكرياتهم واشياء تقول الوان انه اشتاقيت الايامنا وذكرياتنا واني مالد اخي سرج وهنا وانا تسامحها فيرجعون مثل بعض وتقول لها انه انا ما احب تشيا وهسا صرت احب تشو هواية وباليوم التالي تقعد واني بحديقة الجامعة وهي حزينة لانه جاي تفشل اكثر من مرة باختبارها العملي فييجو تشو يمها ويسألها عن سبب حزنها فهي تقول لها انه انا توتر هواية بالامتحانات وهذا الشي دي سبب لي تراجع بمستواي الدراسي واني حزينة على مستقبلي فهو ينطيها شوي اكل هو تشون جاي بوية وبعدها ياخذها للمول وهم يشوفوا المسابقة للكيك والفائز رح يحصل على مايكرو ويف وهي تفرح هواية في قررون ان يشاركون لكن باليوم التالي وانت رح يمتشو بالمسبح وتقول لها انه انا رح افشل بالمسابقة وهي الكيكة حضرتها كتجربة وهي فشلت وانا رد انسحب منها بشو ياخذ الكيكة ويأكلها ويقول لها انه الكيكة كلش طيبة وهو يقول لها كلام حلو حتى يحمسها ويخليها تشارك بس هي بقت مصرة على الانسحاب فهنا نتشو فكر بخطة بديلة وهو ياخذها باليوم التالي المطبخ الكافترية ويخليها تساعدهم تحضقت الطلاب والكميات الكبيرة وهو يجيب اكثر طلبة متذوقين للأكل ويبدون يذوقون الكيك اللي هي محضرته او كانت تقييمهم الها هو تسعة ونص من عشرة لان الكيك كان شوية بارد وهنا نعرف انه وان كلش متمكنة من المسابقة فيصير موعدة المسابقة لكن للأسف هي تتأخر بسبب زحمة السير او تتأخر تقريبا من ساعة الى ساعة ونص وهي تأخرت على الموعدة المسابقة اللي مثبتي بالحجز وهذا الشي يسبب لها التأخير بتحضير الكيك او للأسف وان تخسر بالمسابقة لان هي تأخرت فشو يقول لها انه انت فايزة واللي صار ما كان بيدك ابدا وهو يهون عليها الموضوع ويرجحها القسم الداخلي لان العطلة انتهت فهنا نتشوف صديقتها شاو وهي تحضنها هواية وتقول لها باللي صار وياها طول الفترة اللي راحت فهنا نتشاو تبدأ تحلل الموضوع وتقول لها انه شو هو يحبك او الا ما يهتم بيك هل قد الا الا ما يحبك وتقول لها انه انت ايضا تحبيه بس انت متبينين هذا الشي او فجأة يتصل عليها شو ويقول لها انه اكو شي من تدرج بالخارج وهي تلقى نفس المايكروويف اللي شافت بالمسابقة ويقول لها انه هذا جائزة تعبت وانت تستحقيها وبهاي اللحظات هي تتأكد انه شو يحبها هواية وبعدها نشوف انه وان تحتاج مساعدة حتى تسوي البحث مالتها لكن تيجي شاو او ما قدرة تساعدها فهنا هنا شاو تطلب المساعدة من شو او بالفعال انجح موضوع البحث وهي تلقي قدام الطلبة كلهم او ترجع وتشكر شو على مساعدتها الها بس يبين انه شو ضايج وزعلان منها لان هي انطت رقمها الخاص ل اي وهذا يعني انه وان ما ظهر علي ولا تحبه او بعدها وان تبرر له وتقول له انه انت و اي كلش حلوين ويا بعض فاني انطيتها رقمك على مود انتو تنسجمون فهو يعوفها ويمشي وهنا انه وان تطلع وتشوف قدامها اي وهي كانت تبجي لانه شو رفض الكلام وياها وحضارها او اي تسأل وان وتقول لها اذا انت عندش علاقة ويا بس وان تقول لها انه احنا ما بينات نشي فاناني يسمحها تشو ويدوج اكثر من يسمع جواب وان وهو يجتمع باصدقاء ويقول لهم احتاج منعتكم الطرق على مدخل لي وان تحبني فصديقه يقول له اهتم بيها اكثر واكثر وابدا لا تستسلم او بالفعل تشو ينفذ كلامه وهو يروح يام وان ويقدم لها حليب الصوية ويقول لها انه انت اقتربت امتحاناتك ولازم يشربين هذا الحليب حتى يبعد عنه النسيان والارتباك والتوتر بس وان تبعد عنه ترفض ان تشربه لكن هو يبقى قاعدة بصفه وهي تبدأ تتوتره هواية وبعدها تروح للحمامات او من ترجع تشوف اي قاعدة بصفه وهي تسمع كلام البنات بانه اي هي اجمل ابنية بالجامعة او تشو هو اثكى اولاد الكلية فهم كلش متوالمين ويا بعض فان قررت انه تتركهم ويا بعض بعدها تشو ينتبه حليها انه هي غادرت لكن هو ينتبه انه كتبها موجودة عنده فيروح ويلحقها للقاعة مالتها وهو كان ينتظرها على الباب وهي كانت تسولف وتضحك ويا صديقتها شاو فهنا اوان تتبه له وهي تروح له وهو يقول لها انه انت نسيت كتبك يمي وان انتظرت شهواية على مدانطيها نيليش فهي تاخذها من عنده وتقول له انه ماكو داعة تنتظرني وبعدها تحوف وتروح وبهاي الاثناء اتصير حفلة اضم كل طلاب الكلية لكن السوء يلحظ الكهرباء تطفئ ويخافون الطلاب ويخرجون من المكان بسرعة او وانتو قد تمشي وراء شو لان هي لابسة كعب عالي وتأذت فييجي شو ويعالج لها جرحها وهنا وانت تقول له انه انه هترك كلية الطب بس شو ما قال اي كلمة وهو قال لها انه هاي حياتي شو انت تختاريها وبعدها يتركها ويروح وهنا تيجي شاو او كذلك وانت صارحة بالموضوع وتقول لها انه انا اريد اترك هذا الاختصاص لان انا فشلت بي فشاو ما تعلق ايضا عليها وهي تتركها وتروح وتقول لها باتشر تعالي للقاعة مالتنا ان ينتظرش هناك او بالفعل باليوم التالي واني تروح وتشوف القاعة فارغة ومظلمة وفجأة يشتغل الداتا شو او تعرض عليها بذكريات هوايا ويا شاو او تظهر شاو وتقول لها انه هذا كان حماسنا بالمرحلة الاولى او لازم احنا نستمروا يا بعض ونكمل وهنا نوان تبقى تبشي وتقول لها انه انا فشلت بهوايا بهذا الاختصاص بس شاو اتقاطحه وتقول لها انه انا ايضا المستوايا ضعيف وهذا ننتظر النتيجة وبعدها نقرر فهي وافقت على اقتراحه وبهاي اللحظة نشوف شاو ووان ويا بعض باستراحة الغداء فيجي شاو ويفاجهها ويحاجهها بموضوع اختصاص الطب فهي تقول لها انه انا رح انتظر النتائج وبعدها اقرر وهو فرحة هوايا لانه اكو وقت رح يقدر يشوفها بي فهنانا وان تنطيها دية كيك وتقول لي اني اصفة اذا جرحتك باحد الايام وهو كذلك ينطيها هدية سلحفة فهي تفرحة هوايا لانه تحب الحيوانات لكن فجأة تبدأ الدنيا تمطر فشاو ينزع الشاكيت ويغطيها ويوصلها للقسم الداخلي فهي تودعها وتدخل على شاو فواني تقول لها النتائج طلعت بس اني ما اقدر افتحن فشاو تقرر انه تفتحن بمكانها وهي تقول لها انه انت ناجحة ويفرحون كل شهوية بهذا الخبر وهي ما كانت محصلة بس النجاح وانما كانت محصلة درجات عالية وبسرعة وان تتصل على شو وتشرب هاي النتيجة فهم يقررون انه يحتفلوني بعضهم البعض بالمول وهنا نوان تقول لشو انه انا رح اقضي هاي العطلة وي اهلي فانت وين رح تقضيها بس شو يقول لها انه انا اهلي مسافرين حاليا ولهذا الاساس انه رح ابقى بالقسم هاي الفترة وبعدها تروح واني يمأهلها او كانت امها محضرت لها مفاجئة واللي هي بلوزات او كانت هي الها وصديقتها وتكون بلوزات حلوة جدا وهي طرزتهم بيديها وتقول للوان اعزم صديقي تشو فهي تخجل هواية بس تروح تشو وتقول له انه امه وابوي عازمك على العشاء بهذا اليوم وهذا اليوم هو رح نقضي بليلة راس السنة ويا بعض لكن هي كانت تحجم توترة وبالفعل هو وافق على دعوتها وبعدها هو يروح وياها فتستقبل امها بكل حب وتنطيل بلوز ويلعبون سوء ولما تصير السعب 12 يدخلون بسنة جديدة فهي تفرح كل شهوائع لانه تشو تشان دائما وياها وبهاي اللحظة تبدأ الغيوم وتنزل للثلج فوان تفرح وتروح وتلعب بالثلج بس تشوي يروح وراها ويخاف عليها لا تتمرض وهنا هي تتأكد انه تشوي يحبها وتصير احلى ليلة ويا بعض وباليوم التالي تشوي غادر بس يرجع ويزورهم بعد فترة وهو تشان جايب لهم هدايا فهنانا وان تتحمس وتعترف تشوب حبها بس هو يتأخر بالرد ويبقى يبوع بعيونها وهي تكمل كلامها وتقول له المدة يوم واحد فقط الحفلة صديقاتي وبالفعل هو يوافق وروح وياها للحفلة وهو يهتم بها هوايا بداخل الحفلة وهنانا هي تفرح لان هو دي يبادلها بالمشاعر فيرجعون مع بعض وبعد فترة يرجع الدوام فالدوام وان وتقول الدكتورة انه اكو مستشفى تحتاج متطوعين وبهاي اللحظة وان تتبرع لان هي تريد زي خبرتها وهي تروح وتقول الخبر تشو وهو يبارك لها ويوصلها للمستشفى وهسا هي تنتظر الدكتور ولما ييجي تنزل انحناء الى بس يطلع تشيا زميلها هو يجي على مددرة بالمستشفى وهما يكونون مع بعض وتشيا يوصلها للكلية فتيجي اي تحكي ويا وان بموضوع وتقول لها انه انا احب تشو وهو يختارني ايلي لان انا حلوة فهوان تقول لها انه هذا الموضوع نخلي تشو يختاره او بعدها تعوفها وتروح ويكون اخوها بنفس المستشفى فهو يدخلها باحد العمليات او تستمر العملية الثاني يوم اوان تطلع كلش تعبانة بس الدكتور يقول لها انه انت كلش طموحة او تقدرين تكونين دكتورها ناجحة فهوان كلش تفرح بهذا الكلام فبسرعة تنزل للريسبشن وتشوف انه تشو منتظرها من البارحة حتى يوصلها للقسم الداخلي وهو تشوف انتظرها حتى يأمن عليها فهي تفرح كلش هواية بهذا الاهتمام واهنان كل واحد بيهم يروح لأصدقاء او يطلب من عدهم طريقة حتى يعترفون البعض بحبهم فهوان تشو تخذ وان للصالون حتى ترتبها على مدى تروح وتعترفي تشاو بحبها او بعد ما كملت التحضيرات وان تنتظر تشو بالمول بس فجأة ييجي تشاوي يقول لها انه انا محتاجة شب موضوع ضروري او يسألها اذا كانت تحبه او لا فهنان اوان تصالح وتقول له انه انا سابقا شنت معجبة بيك بس حاليا انا احبت شو فتشاوي يقول لها انه انا حشت بتانيب الضمير طول الفترة اللي راحت بس هي تقول له انه انا حاليا اعتبرك صديق او لا تشيل هم لللي صار ابدا وهم يبدون يتمشونوا يا بعضهم او فجأة تشوفهم وشياو وهي تظن بهم ظن السوء وشانت جايبة كيكة لتشاوي بس هي ترميها بوجه وان وتخرب عليها الميك اوب واهنان تشاوي يركض وراها حتى يفهمها اللي صار فواني تروح وضم نفسها وجهها عن شو بس بالاخر هو يشوفها وهي تقول له انه انا سويت لك مكياج حلو بس الشاوي خربته وهي ضربتني بالكيك فهو يضحك عليها وهي كانت تغسل وجهها يجي ويساعدها ويغسل شعارها فهو يقرر انه يعزمها على مشاهدة المذنبات والنيازك وبالفعل هي توافق فتقرر انه تروح ويا بس يتصل عليها تشاوي ويقول لها انه شاوي اختفت واني ما ادرى وينها فهي تضطر انه تلغي موحي تشو وهي تروح ودور على صديقتها وذكرت مكاني تشاوي اللي دائما تروح له فقررت تروح لها بنفسها بس هي شافت تجمع شباب وهنان هي خافت وبنفس اللحظة يتصل عليها تشووي يقول لها انت وين وانت تأخرت عليها هواية فواني جابه وتقول له انه اني صار عند ظرف طارق فهو يقول لها انت وين مكانك وهي تنطيل عنوان وتكمل طريقها وبعدها تتخطى خوفها من الشباب وتروح للمكان اللي تقصده وتشوف اشياء موجودة هناك او كانت اشياء حزينة او تعتقد انه تشايخونها ويحبوان بس وانت فهمها باللي صار وانت تقول لها انه احس انت افضل من عندي او احس انه تشايحبك وانا ظلمتش من اختي تشايح منك وهي تبقى تحكي كلام ما مفهوم بس وانت سكتها وتقول لها انه اني فرحانة لكم او حاليا اني احب تشو او كافي هذا الكلام وتعالي ويايا او من ترجع وان وشيا مجموعات الشباب يضايقوهم ويبدون يتحرشون بيهم بس الحسن الحاض تشو وصل بالوقت المناسب وهو يبدأ يدافع عنهن وهنا نوان قررت انه تعترف له بحبه فهي بدأت تصيح لانه اني احبك فهو يتحمس اكثر واكثر ويضرب كل الموجودين فيوصل تشيا او ياخذ حبيبته او تشوي ياخذ وان وهو يشوفها انه هي تأذت بسبب المعركة فهو اخذها على جهة وبدأ يعالجها وهو سألها عن اعترافها الى وهنا نوان اكدت كلامها وبقت منتظر جوابه بس هو اعجلها وقال لها انتظر على باتشر وراء ما اخلص المسابقة وانا رح اقول لك بجوابي وبالفعل يصر اليوم التالي فتشوي يفوز بالمسابقة وبسرعة وان تروح عليه بس تشوف اي سابقتها او جعبت له بوكية وارد وهي اعترفت له بحبها وهنا نوان تشوفهم وتبقى تسمع كلامهم وتسمع انه تشوي يقول للاي انه انت مجرد صديقة مو اكثر واني احب وان بس اي ما تتقبل كلامه ابدا وتبقى تلزم ايده وتقول له مشاعري اهم من وان لكن هنا نوان تدخل وتوخر ايديها من عنده وتسأل تشوي من يحبيهم فهو يضحك ويقول لها انه اني احب وان وهي تفرح هواية بجوابه وهنا اي تعصب منهم وتتركهم وتطلع وبعدها تشو وان يطلعونه يا بعض ويعزمها على اول موعد غرامي لهم بشكل رسمي وبالفعل هي توافق فهو يقول لها اعزمي تشاو لانه فيان يحبها فخلينا نجمعهم يا بعض وبالفعل هي توافق وهي تصعد للقسم وتشوف انه اي تبشي وان كانت تتحاول انه تهديها بس اي تنكر حبها لتشو وتقول لها انه اجمل ابنية بالكلية وهو ما يهمني اصلا وبعدها تروح وتعوفها وهنا هنا هي تدخل غرفتهم والصالفة تشو عن كل اللي صار وهي تعزمها وياها للحفلة ويرجع تشو للموعد ويقول لفيان عن كل اللي صار وكذلك يعزمها للموعد وباليوم التالي يجتمعوني بعضهم وفيان و تشو يندمجون بسرعة ويعترفون لبعضهم وهم يكونون مثل اصافير الحب بس شو وان يكونون خجولين اكثر وهذا الشي اللي زعج وان وباليوم التالي هي تكون حزينة بس صديقاتها تشو تسألها عن سبب حزنها و تقول لها انه تشو مو رومانسي و هنا تشو اقترحت عليها انه تعزم البيتها وهي لازم تسوي لأكل بنفسها على مودي اصداد حبهم ويكونونوا يا بعض اكثر وبالفعل هي تسوي هذا الشي وبعدها يجي تشو يمها لكن هي تلتهوية وما تلحق على الاكل فهي تنشي وتنحرج من تشو بس تشو ما كان يهم الاكل ابدا وهو كان يهم صحتها فقط فهو يبدأ يعالج الحروق وبعدها يقعدون يكلون مع بعض بس ما يكمل عشاءهم الرومانسي و يدخل عليهم اهلها و هم يبدون يكلون معاهم و تتعجب الام بتشو لانه هو شخص ذكي و متميز بدراسته فهنا نمو ان تصعد الغرفتها وبعدها تشو ينطيها هدية واللي هي دفتر مذكرات مكتوبة بخطة كلمة احبش بكل لغات العالم فهي تفرح هوايا بهذا الدفتر وهو يقول لها انا ادري انه علاقتنا جافة وانا ادري احاول اسوى هاي الامور فهنانا هي تفرح هوايا و تقول لها انه انا مرتاحة بعلاقتنا وهذا يكفي وباليوم التالي يعزمها على اكل و ياخذها للسينما و هم يحشونوا يا بعض اجمل اللحظات بس للاسف هون تنام و تخربوا الاجواء فهي تقرر انه تلعب لعبة الكترونية و بعدها هون تاخد تشو تصنيع الفخار و للطين و هم يسوون يا بعض اجمل الاشكال و يكونون فرحانين منه يا بعض و تشو يكمل اللحظات السعيدة و يقول انه واني احبش قدام الكل و هو يبوسها من راسها بس السوء الحظ الايام السعيدة ما تستمر فهنانا تشو يجي على وان و يقول لها انه الكلية طالبة من عندي نشاط واني لازم اسافر لمدة شهر بس انا ما رح اعوفك و هذان الامور كلهن اسويها من ارجع و واني تحضر لثلاثين قطعة بسكاويت و تقول لها كل يوم تاخذ وحده وتذكرني فهو يفرح بها و ودها بالمطار و يسافر و تستمر علاقتهم بصورة اليكترونية و هم يكونون مع بعض طول الوقت و اغلب نشاطاتهم تكون مشتركة و دائما تشو يقرأ قصة قبل النوم الوان و باحد الايام وان كانت كلش مشتاقة تشو فتتصل عليه لكن هو ما يرد عليها و هي تتفاجأ بوجود تشو وراها و هو يقول لها ان تشو اليوم الاخير هو يوم الرفاهية بس انا تركتها على مدارجع لك بسرعة و هو ينطيها البسكويت رقم 30 و يوكلها و يقرر تشو ان يعرف اهله على وان و هو يستقبلها من السفر و يقول لها لازم تجيين ويايا و تشوفيهم فهي تتوتر كلش هوية و تستصعب هذا الموضوع و هي كانت خجولة جدا فهما بقوا وكفين بصالة الانتظار و بعدها يجي الاب والام و هم يتعرفون على وان و يحبوها هوية و يبدون يكلونه يا بعض و تشو يفتخر ابوان قدام اهله و يقول لهم انه هي بتخصص الطب و كذلك هي تعرف تطبخ انواع المعجنات فاهله ينعجبون بها هوية و بالاخير تشاو تأخذ وان المكان ما و هي تدخل بلعبة تقليدية و يكون شو وياها و هم يعيشون تفاصيل الحياة الكلاسيكية و يقضون ليلة ويا بعضهم و باليوم التالي تشوي يقدم لها و ينطيها الخاتم و هي توافق و يلبسها الخاتم بس يصير الغير متوقع فهنانا تتمرى وان فياخذها هو للمستشفى بسرعة و بعدها نعرف انه تسوي عملية و اخوها باي يسوي لها هاي العملية اللي هي محتاجتها و يكون شو قلق عليها جدا لكن العملية تنجح و تصير وان بخير و مع ذلك يبقى شو خايف عليها طول الوقت و هو كل شوي يحذرها على صحاتها و بعدها يأخذها المطعم يكون واجهته مليئة بالاسماك و هي تفرح بهاي الاجواء فهنانا هم يقررون انه يعقدون ويا بعض و نعرف انه هذا العقد نفسه عقد ايقاف الاشاعات اللي تم تحويله الى عقد حبهم و هم كانوا سعداوية بعضهم البعض و الاثنين عاشوا حياة هادة و جميلة و رومانسية و بحب بعض و الاهنانا تكون نهاية المسلسل و الاولانا تكون نهاية المسلسل المترجم للقناة